بين هذه الغابات الكثيفة والمرتفعات الجبلية وفي هذا الكوخ المظلم بالضبط يعيش عمي سلمان في العقد الثامن من العمر رفقة زوجته هنا بمنطقة شعبة خالد بأعالي جبال يبوسة حياة عنوانها الحرمان والتهميش أنهكته الطبيعة بكل قواها يعيش حياة بدائية وعصيبة خاصة في هذا الجو البارد طاعدنا سلمان طاعدنا سلمان زد في 1933 واليوم رحنا في 2023 90 سنة ورحنا مغرور في الطريق الطريق هو لي همري يسر ووش يسموه الجلد وفيل والماء حركته البطيئة بسبب المرض والعجزة تعكس كل صور البؤس والحرمان يطالب السلطات بتوفير الغاز وإعادة تهيئة الطريق الطريق هو اللي بول والغاز دو فيل والماء ركتو فيه والرزو ما كاش السكنة ركتو فيها اليوم رانا هنا دعمي سليمان في منطقة شعب تخالد بعيدة على خنشلة حوالي 90 كيلو جاي في الحدود حدود ولاية باتنا عمي سليمان هنا راه يعاني وحده في عمره 90 سنة غير هو العجوز انتاعه الطريق ما كانش الرزو ما كانش القاز ما كانش نطلب من السلطات وخاصة والي ولاية خنشلة يزور ويطلع له راه في معاناة كبيرة متعبة هي الظروف القاسية لتبقى الآمال معلقة في التفاتة الجهة المعنية لإنهاء هذه القصة المأساوية لتعود البسمة لعمي سليمان من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر